الأندية في مصر شوفنا أن دي الأهلي لهم عوقف رائع جداً بكرة في مباراة تأسيمبة إرادة المباراة لصالح الضحايا أو الشهداء في غزة نفس الأمر بالنسبة ليه التبرع بالدم واللعبات التبرع بالدم الأندية المصرية مفهوط دورها يبقى عامل إزاي؟ زي الأهلي كده زي الأهلي كل واحد يقدر يبقى عنده مباراة ينتهيها فرصة يعملها فرصة للمسندة أصلي التبرع بالدم والمسندة أنت يعني أهل غزة محتاجين هذين محتاجين يا سيدي أن هم يحسوا أن كنت معاهم صحيح معهم بقى بالتبرع بالدم بمواد الإغاثة بالمواقف حتى المعنوية يحسوا أن كنت معاك تسمع أغنية أغنية بلى خمسين سنة كل أخ عربي أخي صح اسمع النشيد شوف ده معنى إيه؟ معلش أنا قومي عربي يعني أنا بطبيعتي طبعا أنا من جيل ترب على ده طبعا تربنا على ده من صغرنا يعني وعلى فكرة أنا زورت كل الدول العربية وحاجة جميلة جدا مشاعر العرب الحقيقية اللي بتشوفها بقى في الشارع العربي يعني فلا يعني مهم جدا للمسندة دي على فكرة دور الأهلي ده قديم كمان يعني يعني الأهلي في حرب ستة وخمسين عمل معسكر أيوه أعداد حربي يعني في سبعة وستين عمل أنا بس حركة السؤال دوت عشان لا أسمع الدور التاريخي ده لا لا عشان يوم ما عملوا فعلا بعسكر إعداد بقرار من المجلس الإدارة في الوقت ده قبل حرب سبعة وستين ومن ضمن الناس اللي تطوعوا في التدريب على ضرب النار يعني محرم الراغب لو كان محرم الراغب عدو مجلس ضبط النادي الأهلي طبعا فيما بعد وسباح من أبطال مصر في الوقت ده وطوع في العمل الفدائي يعني أو التدريب العسكري اللي النادي الأهلي فتحوا الأعضاء بتوعه والأبطال الرياضيين عشان يعني يساهموا في المعركة يعني فالدور ده قديم جدا عند النادي الأهلي يعني والأندي المصرية لازم تعمل ده صحيح بس أنا مش بقول ده عشان تعريف الوطنية أو وطنية النادي الأهلي لأن معظم الأندية تعاملت لأسباب الوطنية حتى الزمالك لأسباب وطنية كله تعامل لأسباب وطنية إنما كمان الوطنية في إن هو أصلا يتعامل عشان الشعب المصري عشان طالبة المدارس العليا اللي هم طالبة الجامعة ده أصلا سبب تأسيس النادي الأهلي